كل عام وأنتم بخير نستهل نشرتنا الإخبارية الأولى من العام الجديد بأخبار جائحة كورونا التي سجلت اليوم انخباضاً في نسبة الفحوصات الإيجابية محلياً إلى مدون 6% الإيجاز الحكومي أوضح أن المملكة شهدت اليوم تسجيل 17 وفاة و1271 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3851 وفاة و295 ألفاً و765 إصابة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 20 ألفاً وثمانين حالة أبرز الإصابات سجلت في محافظة إربد بواقع 507 حالات وفي محافظة العاصم بواقع 441 وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 688 حالة كما بلغ عدد حالة الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1283 حالة ليصل إجمالي حالة الشفاء إلى 271 ألفاً وثمانمائة وأربع وثلاثين حالة وتم إجراء 21 ألف فحص و313 فحصاً مخبرياً ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3 ملايين ومائة وستة وتسعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وستين فحصاً أو ثمانية وستين فحصاً وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة ستة في المئة اشتركوا في القناة